على نور شموع ورائحة الحناء التي تزين الأياد يكون التحضير للاحتفال بمولد خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وهي العادة التي لا تزال تحافظ عليها العائلات الطارفية مجتمعة على طاولة تحمل فوقها أشهر أطباق التقليدية والعين من بيت أحد العائلات بمدينة القالة عدنا عادتنا الخاصة بنا مثلا عدنا الشخشوخة أو كان كل دار وشي يحبوا يطيبوا النعمة الشخشوخة عدنا المريش عدنا تليتلي كل واحد وشي طيب عدنا الشموع الحناء الحلويات عدنا كل المكسرات نحطها في الصهراء الطمينة والزريرة نقولولها احنا في ولايتنا نعيطولها الزريرة تبقى دايما هي الطبق الأساسي في صهريتنا لأنها تمثل رمز المولد نحن نستنى في النهار اليوم بفارغ الصبر من خلقنا ونحن نحتفلوا عودونا الولدين نحتفلوا به نقضي ونضو الصباح فرحانين نقضي المولد نساعد للمرشي تقضي ونجب وش نقصها وش حتى الزايد هي مناسبة دينية وفرصة للم الشملة وترسيخ القيم الدينية في نفوس البراعم واستذكار السيرة العطرة للمصطفى عليه الصلاة والسلامة ما هي الا عادات وتقاليد فقط وهي فرحة فقط نفرحوا بها ونفرحوا بها ولادنا بدون النظر الى اشياء اخرى دينية وبالعكس في صهريتنا نذكروا ربي وندروا صلاوات وندعوا ربي في هذه المناسبة دينية ندعوه نهي بالذكر القرآن ونفرحوا الأولاد سيخطوه في الليل بالشموع بالحنة بالليغاتو وحتى لي ما عندوش ندروا لعشاء ونفرحوا 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 ولادو بعيدا عن المفرقعات التي تحتبر خطرا يحدق بالصغار والكبار تفضل العائلات بمدينة القالة الاحتفال بهذه المناسبة الدينية في جو يملأ الحب والأخوة وسط الأهل لتعمى البهجة والسرور ترجمة نانسي قنقر